هل تدري لماذا خلقك الله وأوجدك في هذه الدنيا لقد خلقك الله لعبادته ولكي تعبده بطريقة صحيحة يقبلها فعليك بالتفقه في الدين فالفقه يصحح لك عباداتك فتصلي وتصوم وتفعل سائر العبادات بشكل صحيح مستوفياً الأركان والشروط والهيئات واتفقه في الدين مفتاح كل خير قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ومن أراد التفقه في الدين فليبدأ بدراسة مذهب معين يدرس من خلاله أبواب الفقه من العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغيرها فيبدأ بدراسة مختصر من مختصرات المذهب يدرسه على شيخ مطقن فإذا أتقنه انتقل منه إلى ما هو أعلى منه رتبة بحيث يتدرج من المختصر إلى المتوسط إلى المطول ففي الفقه الحنبلي مثلاً عمدة الفقه ثم المقنع ثم الكافي ثم المغني وكلها لابن قدامة على التدريج من المختصر إلى المطول شيئاً فشيئاً فإذا أتقن المذهب انتقل إلى دراسة الفقه المقارن من خلال الكتب الجامعة للمداهب الأربعة وغيرها كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي والاستذكار لابن عبدالبر ويدرس كذلك كتب فقه السنة كبلوغ المرام لابن حجر ونيل الأوطار للشوكاني وليحرص على كتب العلماء المحققين مثل ابن تيمية وابن القيم ومن المعاصرين ابن باز وابن عثيمين ولا يغفل عن دراسة أصول الفقه والقواعد الفقهية فإنها تضبط له مسائل الفقه وتيسر له القياس عليها في فقه النوازل وليحذر من التخبط في طلب العلم والانتقال من كتاب إلى كتاب دون صبر على التحصيل فإن ذلك يضيع عمره بلا طائل وعليه أن يدعو الله تعالى أن يعلمه ويكثر من هذا الدعاء القرآني وقل رب زدني علما